السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني. تعالوا نشوف ريادياتنا شايفة ناس كتير متلغبطة في التقدير والتقريب. تعالوا نحل كده صفحة من كتاب قطر الندى. ونشوف الفرق بينهم. هنا لو جالي قال لي قدر ناتج عملياتي الجمع والطرح باستخدام القيمة المكانية. لما بيقولي الكيمة المكانية. اول ما لقي كلمة الكيمة المكانية على طول اعرف ان هو عايزني اتكلم عن العشرات. يعني الحل هيكون بالعشرات. فين العشرات في الرقم واحد وستين هي الستة. طيب الستة دي في العشرات بتبقى بكام? هتبقى بستين. طيب هنا رقم تسعة وعشرين فين العشرات الاتنين. طيب الاتنين ديت هتبقى قيمتها كام? هتبقى قيمتها عشرين. يبقى قول ستين زائد عشرين بتسوي تمانين. ده اسمه التقدير بتاعها. يعني مش الحل الفعلي للمسألة. مش الحل الحقيقي للمسألة. لا ده ايه ده بالتقدير كده. طيب تعال نشوف واحدة كمان بالطرح. خمسة واربعين هروح للعشرات الاربعة وقف في العشرات بكام باربعين. طيب والواحد ده وقف في العشرات بكام بعشرة. يبقى اربعين ناقص عشرة بتسوي تلاتين. طيب تعال هنشوف تلاتة وخمسين زائد ستة وعشرين. هنشوف الخمسة وقفة في العشرات بكام? بخمسين. لان احنا قلنا الخانة بتاعت العشرات بتدي هدية سفر. طيب انا ستة وعشرين ابص للاتنين. الاتنين دي وقفة في العشرات بكام? وقفة بعشرين. يبقى خمسين زائد عشرين سبعين. تمام كده? يبقى اول ما يقولي كويمة مكانية اروح على طول اجمع العشرات مع بعض. اجمع العشرات مع بعض. طيب تعالوا نشوف مسألة كده من اللي هي المسائل الكلامية. وبعد كده نشوف بقى التقريب بقى اللي كله مطلغبط منه. طيب بيقولي جامعة احمد تسعة وتلاتين طابع بريد وجامعة نادر حداشر طابع بريد. قدر عدد الطوابع الموجودة معهما لاستخدام القيمة المكانية. ما روحش اخد بقى الرقامين احطهم هنا واجمعهم. لا ده عايزني ايه? احل المسألة بالقيمة المكانية. يعني ايه? يعني اروح برضو للعشرات. التلاتة في العشرات بتلاتين. طيب الواحد في العشرات بعشرة. يبقى تلاتين زائد عشرة بتسوي كم? بتسوي اربعين. يبقى تقديريا كده معه اربعين ايه? اربعين طابع. طيب تعالوا نشوف الجزء التاني بقى. قدر ناتج عمليتي الجامعة والطرحة باستخدام مخطط المية وعشرين. باستخدام المخطط. اول ما يقولي باستخدام مخطط المية وعشرين اعرف ان انا هعمل ايه? هستخدم ارقام بخيلة وارقام كريمة. ارقام بخيلة وارقام كريمة. ايه حكايتهم بقى الارقام البخيلة والارقام الكريمة دي? تعالوا نشوف مع بعض ايه حكايتهم ونرجع نحل المسألة. الارقام البخيلة دي بتنزل بصفر ومش بتدي العشرات حاجة. يعني لو عندي مثلا رقم. نقول مستقى اه اه اتناشر. لو عندي رقم اتناشر. هنحلها هنعملها ازاي? هنقول الاتنين دي من الارقام البخيلة. هتنزل بصفر ومش هتدي العشرات حاجة فهينزل زي ما هو واحد. تمام? طيب لو هي تلاتاشر. اه التلاتة برضو من الارقام البخيلة هتنزل بصفر ومش هتدي العشرات حاجة فهينزل الواحد زي ما هو. طيب لو هي عشرة. ها السفر من الارقام البخيلة هتنزل هينزل بصفر ومش هيدي العشرات حاجة فهتنزل برضو عشرة. طيب الاربعتاشر. الاربعة من الارقام البخيلة هتنزل بصفر ومش هتدي العشرات حاجة. فهتنزل ايه? الواحد هينزل زي ما هو. طيب لو انا عندي رقم خمستاشر. لو انا عندي رقم خمستاشر. هيحصل ايه? يقول اه الخمسة انا بقى من الارقام الكريمة. هتنزل بصفر وهتدي الواحد هدية يبقى تنين. يبقى انا كده ايه? الخمستاشر قريبة من مين? من العشرين. ولازم النتج اللي هنا يطلع نتج صفري يعني عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين مية مية وعشرة مية وعشرين. ما ينفعش يطلع ايه? خمسة وستين اه خمسة وخمسين. لا لازم يطلع نتج ايه? نتج معه صفري يعني. طيب لو قلنا مسلا ستة وعشرين. الستة دي من الارقام الكريمة هتنزل بصفر وهتدي هدية للاتنين واحد تبقى تلاتة. يبقى ستة وعشرين وريبة من مين? من التلاتين. طب لو قلت مسلا سبعة وخمسين. السبعة من الارقام الكريمة هتنزل بصفر وهتدي الخمسة او هتدي الخنة العشرات يعني واحد هتبقى ستين. طيب نقول مسلا تمانية وسبعين. تمانية من الارقام الكريمة هتنزل بصفر وهتدي هدية للسبعة واحد هتبقى تمانية. يبقى هنا السبعة وخمسين قريبة من رقم ستين. التمانية والسبعين قريبة من ايه? من التمانية. ممكن نجيبها عن طريق الارقام البخيلة والكريمة. ان انا احفظهم للطفل. اقوله الواحد والاتنين والتلاتة والاربعة دي ارقام بخيلة. خمسة وستة وسبعة وتمانية وتسعة دي ارقام كريمة. فعلى اساسها بيجيب كده. اما بقى يكون معاه على طول الايه? الجدول بتاع مخطط المية وعشرين. فقوله مثلا رقم تمانية وعشرين قريب من مين? يعني عايزة اوديه الاقرب رقم في سفر. فقوله تمانية وعشرين قريبة من تلاتين. هنروح كاتبين تلاتين. طب السبعة واربعين من اقرب رقم لها مع سفر الخمسين. يبقى هيروح للخمسين. الخمسة وستين من اقرب رقم لها مع مع سفر السبعين. هيروح للسبعين. تمام كده? الاربعة وتسعين من اقرب رقم لها مع سفر التسعين. فاحنا يا اما هنجيبها بالجدول يا اما هنجيبها بطريقة ايه الارقام البخيلة والارقام الكريمة طيب تعالوا نحل بقى ايه التمرين بتاعيها طيب انا بيقول لي ايه بقى قدر ناتج عمليتي الجامعة والطرح باستخدام مخطط المية وعشرين اول ما يقول لي مخطط المية وعشرين يا اما هستخدم الجدول زي ما اتفقنا دلوقتي يا اما هنعملها بطريقة الارقام البخيلة والارقام ايه الكريمة طيب تعالوا نعملها انا عندي الواحد هنا من الارقام الايه? البخيلة. هينزل بصفر ومش هيدي الستة حاجة. طيب التسعة من الارقام الكريمة هتنزل بصفر وهتدي الاتنين واحد تبقى تلاتة. تبقى ستين زائد تلاتين بتسوي تسعين. طيب هنا الخمسة من الارقام الكريمة هتنزل بصفر وهتدي الاربع واحد تبقى خمسة. الواحد من الارقام البخيلة هينزل بصفر ومش هيدي الواحد حاجة هنزل زي ما هو. يبقى خمسين نقص عشرة بتسوي اربعين. تمام كده? طيب الثلاثة وخمسين زائد الستة وعشرين. الثلاثة وخمسين زائد ستة وعشرين. الثلاثة من الارقام البخيلة هتنزل بصفر. وهتدي الخمسة ومش هتدي الخمسة حاجة هتنزل زي ما هي. طيب الستة من الارقام الكريمة هتنزل بصفر وهتدي الاتنين واحد تبقى تلاتة. يبقى خمسين زائد تلاتين بتساوي ايه? بتساوي تمانين. تعالوا نشوفها بالمسائل الكلامية. لدى معاز تسعة وسبعين صورة. ضع منهم تمنتاشر صورة. قدر عدد الصورة التي تبقت مع معاز باستخدام مخطط المعشرين. هنحط الارقام دي هنا? لا. مش هحطها هنا. هعمل ايه? هقول التسعة من الارقام الكريمة. هتنزل بسفر. وهتدي السبعة واحد تبقى تمانية. طيب التمنتاشر. التمانية من الارقام الكريمة. ادي انا قولت البخيلة هنا اعتقد. التسعة من الارقام الكريمة. هتنزل بسبر. وهتدي السبعة واحد تبقى تمانية. طيب هنا اiftانتاشر التمانية هتنزل بسبر وهي طبعا من الارقام الكريمة فهتدي الواحد واحد هتبقى اتنين. يبقى هنا تمانين ناقص عشرين بتساوي ايه? بتساوي ستين مش شايفة فيها اي مشكلة? هي يعني اما شرحتها مع تلاميذي وشافوا الاتنين مع بعض ما بقوش عارفين يحلوا ازاي فهي بتلغبط شوية بس حلوها مع بعض يعني حلوها زي كده عشان تفهموا ايه الفرق بين هنا وايه الفرق بين هنا دوروا على مسائل في الكتب اللي انتم جايبينها هتلاقوا موجودة بالطريقتين او هنزل لكم امتحانات وهتلاقوها برضو على القناة كان فيه امتحانات نازلة السنة اللي فاتت وانا حلتها موجودة في الفيديوهات وانا بعتذر ان انا مش قادرة انزل الفيديوهات على الصفحة ما عرفش ليه الناس بتحب يعني خشوا فيديوهات الفيسبوك عن اليوتيوب لما بحطوا برابط اليوتيوب ما بلاقيش حد دخل كتير بس الفيديوهات كبيرة فما بعرفش ارفعها فعشان كده وكمان الجودة بحس يعني جودة الفيديوهات ببقى مسجلة الجودة شايفها عالية جدا اول ما بينزل على الفيسبوه لايه الجودة بتاعته قلت فعشان كده بنزل على اليوتيوب فاتمنى هتلاقوا اتمنى انتو تشتركوا في قناة اليوتيوب قناة مسني فين سعيد التعليمية على اليوتيوب هتلاقوا فيها كل منهج سنة تانية كنت شرحات السنة اللي فاتت هو المنهج ما تغيرش هتلاقوا كامل واي حاجة هلاقي في الناس بتتكلم عنها على الصفحة او مش فاهمينها او حاسين انها متلغبطة هعمل لكم ان شاء الله عنها فيديو جديد ياربا اكون فتكم واي اكون سهلت عليكم مع تحياتي مس نيفين سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة